الالتزام كلمة تكاد تكون منقرضة في العصر اللي احنا بنعيش فيه لا يلتزم بيها الأغلبية سواء في العالم الوقعي أو في العالم الافتراضي ده لا تلتزم بيها الدول لا بالقواعد الأخلاقية ولا بالقواعد الإنسانية ربنا يعيننا كلنا في تربية ولدنا على مفهوم الالتزام في عالم حواليهم هما بيشوفوه مش ملتزم وإقناعهم بضرورة أن هما يكونوا ملتزمين تجاه زواتهم وتجاه العالم وتجاه الله وتجاه المجتمع وتجاه ضميرهم الالتزام كان موضوع عزة بديعة جدا قدمها قداسة البابا شنودة الثالث وتكلم فيها عن معنى الالتزام وقال أنه الالتزام يعني الإلسان يكون ملزم لازم شيء معين أنه هو يعمله ملزم ينفزه حتى لو كان وعد وعده محدش عنده فكرة عن هذا الوعد لكنه هذا الوعد مسجل قدام ضمير ومسجل أمام الله وتحدث عن أنواع الالتزام لازم تجاه النفس تجاه المجتمع تجاه الناس تجاه الله وقال أنه الإنسان في الالتزام يجب أنه ما يتركش أي عقبات تقف أصاده بل أنه يتخطى العقبات عشان يحقق الشيء اللي هو التزم به المفارقة أن العزة دي كانت أول شيء تبسه قناة ميسات في أول بس مباشر يوم بس مباشر لها وكأنها كانت رسالة من الله أو كأنها الملهمة أو خارطة الطريق اللي صارت عليها عبر التلاتاشر عام الماضيين وهو مفهوم الالتزام تجاه الضمير تجاه الناس وتجاه الله وأنها لا تترك أي عقبة تقف في طريقها بلتتغلب على العقبات علشان تنفذ ما هي ملزمة بيه وأصبح مفهوم الالتزام هو خارطة الطريق لقناة ميسات فأصبح هي منشغلة بالإنسان المصري بعقله بوجدانه بتفكيره بوعيه بإيمانه عبر مجموعة مختلفة من البرامج وتلتزم أمام ضميرها وأمام الله بأنها تكون في صف الإنسان وفي صف احتياجاته ومتطلباته وتكون في ظهر الوطن ودعم له والالتزام يعني الإخلاص والالتزام زي ما بيقول قدست البابا في نفس الوعدة الوعدة يعني الاحترام احترام القيم قيمة العمل الأمانة في العمل الوقت والأمانة في العمل تسترعي دايما دايما هو البحث والتدوير عن كل ما هو يبني ويسمر ويفيد زي ما بيقول الكتاب أصهر عليهم للبناء والغرس وفي إطار صياق هذا الالتزام والبحث الدائم البحث بيقود للمعرفة والمعرفة بتقود للتجديد ودائما تقدم ميسات عبر هذا الالتزام كل ما هو جديد زي ما بنشوف وقد إيه القناة بتتابع مثلا الوليد الجديد للمركز ثقافي القبطي الروتدوكسي وهو الصالونات الثقافية اللي بتقام آخر حد من كل شهر بتناقش موضوعات حيوية فيها عصف زهني من فئات المجتمع المختلفة دعما لتطوير المجتمع وخطوة أخرى تضاف إلى طريق الجمهورية الجديدة ندوة بتقام في الحد الثاني من كل شهر عن كتاب معين بيتم منقشة هذا الكتاب في نفس إطار الالتزام ميسات بتقدم لحضراتكم ولدها الجديد ميسات ديجيتل بتقدم تخلاله محتوى رقمي عالي الجودة مواكبة للتطوير مواكبة للغة العصر عن طريق ميسات ديجيتل عبر الوسائط المتعددة حضراتكم هتشوفوا إنتاج جديد يستخدم هذه التكنولوجيا المتطورة بشكل مميز أول الغيس في هذا الإنتاج هو ما أنتجته ميسات بودكاست بتشوفوا حضراتكم إعلانات التشوقية مش في حل نحن نقول اسمه حاليا ولكن يكفي أن حضراتكم تعرفوا أنه بيدور في أسئلة كثيرة جدا جدا تساعد على إعمال العقل علشان تغرس وتزيد من عمق الإيمان أيضا من إنتاج ماب أكاديمي هيكون على ميسات ديجيتل بدءا من الجمعة القادمة الساعة سبعة بودكاست هوس وهوس باللغة القبطية تعني تسبيح والكنيسة المصرية القبطية هي ملهمة العالم والبدئة في فكرة التسبيح اللي خدت منها كل كنايس العالم والحقيقة أنها على مدار 2000 عام قدرت تحافظ على هذا التراص من الألحان والتسبيح التي قدرت أنها تخليها بقي من جيل إلى جيل شفاهة فيما يمكن أن نقول عليه أنه معجزة عمل الروح القدس على مدار هذه السنوات عصور اضطهاد عصور استشهاد ضيقات كثيرة مرت بها الكنيسة ولكنها سلمتنا من جيل إلى جيل كما تسلمنا من الأباء نسلم الأبناء إلى منتهى الأعوام في هوس أبونا جوزيف جون هيستضيف عدد مختلف من المرنمين من مختلف الأعمار والأجيال الثقافات الخبرات التنوع في الأسليب الفنية هتسمعوهم وتسمعوا منهم وتسمعوا عنهم حضرتكم بتعرفوهم وبتعرفوا ترنيهم لكن ما تعرفوش كتير عن حياتهم وإزاي الترنيم والتسبيح غير في حياتهم غير في حياة كثير من الناس وليه بنرنم وكيف نرنم تحت شعار كل نسمة تسبح باسم الرب لأنه هكذا يقول الكتاب أرنم لإلهي ما دمته حيا أو ما دمته موجودا الالتزام فكرة والفكرة ثابتة المبدأ لكن تتغير في أدوات التنفيذ نصلي معا نصلي إحنا وحضرتكم إنه عام جديد من عمر ميساد في العام الرابع عشر نستمر دائما معكم فيما التزمنا به أمام ضمرنا وأمام حضرتكم وأمام الله